بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي طلاب وطالبات الصف الثالث السانوي الفني أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات مادة اللغة العربية نستكمل فيها ما بدأنا من شرح دروس الأدب والنصوص الخاصة بالصف الثالث لهذا العام كنا في حلقة سابقة قد تكلمنا عن المقال وتحدثنا أو شرحنا نص احترام المرأة ممثلا لهذا النوع من الأدب اللي هو المقال وزي ما أشرنا قبل كده أن كل درس من دروس الأدب بيستتبعه أو بيجي وراء دايما نص مختار لكي يدلل على سمات وصفات هذه المدرسة بعد ما اتكلمنا عن الجزء النثري أو النص النثري اللي هو نص احترام المرأة حننتقل اليوم إلى بعض النصوص الشعرية التي تمثل المدارس الأدبية التي ظهرت في العصر الحديث أول مدرسة عندي بتظهر في العصر الحديث اسمها مدرسة الإحياء والبعث مدرسة الإحياء والبعث هي مدرسة أدبية ظهرت في العصر الحديث وأول سؤال عندي في الأدب بيقول عرف مدرسة الإحياء والبعث عرف مدرسة الإحياء والبعث مدرسة الإحياء والبعث هي مدرسة أدبية اتباعية محافظة تعتمد على تمجيد الماضي القديم ومحاكاته اللي حصل أن الأدب كان قبل ظهور مدرسة الإحياء والبعث أو الشعر في عمومي وصل لمرحلة من مراحل الضعف والسطحية في اختيار الموضوعات والميل إلى المحسنات البديعية المتكلفة والألفاظ البعيدة عن جزالة وقوة اللغة العربية فجاءت مدرسة الإحياء والبعث لكي تعيد للشعر العربي في العصر الحديث رونقه وجماله وقوته وهي بذلك مستمدة أو كانت تنظر إلى عصور القوة في الشعر العربي القديم العصر الأموي والعصر العباثي وغير ذلك من العصور اللي كان فيها الشعر العربي في قوته فزي ما بنقول هي مدرسة اتباعية محافظة تعتمد على تمجيد القديم ومحاكاته وفي الصياغة والفكل والاسلوب وقد أخذت من القديم أصالته وقوته ومن الحديث نشاطه وحيويته وردت إلى الشعر روحه وشبابه يعني هي زي ما هي مدرسة اتباعية بتأخذ من القديم فبرضو فيها بعض نواحي التجديد التي سوف ننظر إليها وسوف نتحدث عنها هي مدرسة نظرت للشعر في عصور القوة وأيضا لم تغفل عن قضايا مجتمعية الذي تعيش فيه واستمدت منه هذه القضايا وعبرت عنها في الشعر السؤال اللي بعد كده بيقول من رائد هذه المدرسة رائد هذه المدرسة هو الشاعر الكبير محمود سامي البارودي محمود سامي البارودي هو رائد هذه المدرسة ومحمود سامي البارودي جاء من بعده مجموعة من التلاميذ ولكن قبل أن نتكلم عن تلاميذه عايزين نعرف ما سمات أسلوب البارودي محمود سامي البارودي من سمات أسلوبه أنه اهتم بالأسلوب والصياغة القديمة هي صياغة الشعر في عصور القوة وأيضا التزم بالوزن والقافية الواحدة القصيدة عندهم لها وزن واحد ولها قافية واحدة مهما طال عدد أبياتها مهما كان عدد أبياتها هي بتبدأ بوزن واحد بتنتهي بهم وبتبدأ بقافية واحدة وتنتهي بها البارودي التزم في شعره بذلك تأثر في كثير من موضوعاته ومعانيه وصوره بدواوين الشعراء القدامة الكبار مثل المتنبي وأبي تمام البحتوري وغيرهم من الشعراء العظام الذين كانوا في عصور قوة الشعر العربي كانت عنده عناية فائقة وكبيرة بنقاء الأسلوب ودقته وروعته وابتعد عن البديع المتكلف كان إذا جاء بمحسن بديعي بيبقى المعنى محتاجه ويتطلبه ودي سمات أسلوب أو هذه هي سمات أسلوب شاعر الكبير محمود سامي البرودي رائد هذه المدرسة سؤال بعد كده عندي بيقول طبعا كل مدرسة لابد أن يكون لها فيها تلاميذ يتأثرون برائدها محمود سامي البرودي تأثر به عدد كبير من الشعراء الذين جاءوا من بعده ساروا على نهجه وكتبوا أشعارهم بنفس الطريقة التي كتب بها البرودي عايزين نعرف أسماء مجموعة من هؤلاء الشعراء اذكر عددا من تلاميذ البرودي والأسماء اللي أنا أقولها هتلاحظوا أنهم أسماء لشعراء كبار ملء السمع والبصر مشهورين جدا في العصر العليز على رأسهم طبعا أمير الشعراء أحمد شوقي وعند شاعب النيل حافظ إبراهيم أحمد محرم وعلي الجارم والشاعب علي الجارم هو ناخد له نص جيش مصر إن شاء الله نعرض له في حلقة اليوم بإذن الله هؤلاء وغيرهم هم تلاميذ محمود سامي البارودي وأعمدت مدرسة الإحياء والبعث هل هؤلاء التلاميذ وقفوا عند ما قاله البارودي أو ما خطه البارودي لهم أم طوروا في هذه المدرسة الإجابة عن هذا السؤال إنهم بالفعل طوروا في هذه المدرسة وكان أشهر من طور في اسلوب هذه المدرسة أمير الشعراء أحمد شوقي ويش السؤال عندي بيقول جدد أمير الشعراء شوقي في شعر هذه المدرسة وضح ذلك أو ناقص ذلك أو إيه الأسباب اللي جعلت شوقي مهيئ لكي يقوم بهذا التطوير ويخطو بمدرسة الإحياء والبعث خطوات بعيدة أو خطوات أخرى وغير التي قالها البارودي يعني وضع على ما قاله البارودي وأتى بالجديد من هذه الأسباب أن أمير الشعراء شوقي اطلع على الآداب الأوروبية نتيجة أنه سافر إلى فرنسا ومكث هناك عدة سنوات وكان يتقن اللغة الفرنسية واطلع على الآداب الأوروبية والآداب الفرنسية بلغتها وشاهد المصرح الشعري الفرنسي ولذلك هو بيعتبر رائد المصرح الشعري في الأدب العربي يعني أول من كتب مصرحية شعرية في الأدب العربي وده راجع أنه تأثر دي المصرح الشعري الفرنسي يبقى قرأ الأداب الأوروبية في نفس الوقت تمتع أو كانت لديه ثقافة عظيمة ومكينة ومعرفة عميقة بالأدب العربي القديم وبالشعر العربي القديم في كل عصوره السابقة كل ذلك مكن أحمد شوقي أنه يخطو بمدرسة الإحياء والبعث خطوات كبيرة وخطوات كثيرة لدرجة أنها عرفت باسم المدرسة أو بعض التطوير اللي عمل أحمد شوقي بيأطلق عليها المدرسة الكلاسيكية الجديدة يبقى أحمد شوقي جمع بين الثقافتين العربية والأوروبية وسميت المدرسة الكلاسيكية الجديدة بعد كلا السؤال مهم جدا ما خصائص مدرسة الإحياء والبعث ما خصائص مدرسة الإحياء والبعث كل مدرسة من المدارس الشعرية التي سوف نعرض لها في منهجنا هذا العام لها مجموعة من الخصائص ومجموعة من السمات والأساليب المميزة لها عن غيرها من المدارس طيب إحنا هنا بنتكلم عن مدرسة الإحياء والبعث ما سمات أو ما خصائص مدرسة الإحياء والبعث هناك عدة سمات منها جمعت هذه المدرسة بين التقليد والتجديد ونشوف نمازج التقليد كان في إيه والتجديد كان في إيه بعد قليل اتنين ما مظاهر التجديد بقى لدى مدرسة الإحياء والبعث مظاهر التجديد عندهم تمثلت في الآتي التعبير عن التجارب والأحاسيس والعواطف الذاتية يعني عبروا عن تجاربهم الذاتية تصوير قضايا المجتمع الذي يعيشون فيه وعالجوا هذه القضايا وعالجوا هذه المشاكل والدفاع عن مجتمعهم وضع عنوان للقصيدة وأنا عندي ثلاث نقاط جددوا فيها في القصيدة العربية فيها لو ميجيس أني مظاهر التجديد هذه النقاط الثلاثة التعبير عن التجارب والأحاسيس والعواطف الذاتية تصوير قضايا المجتمع ومعالجة مشكله والدفاع عنه وضع عنوان للقصيدة طيب ما مظاهر التقليد لها ده مدرسة الإحياء والبعث أنا دلوقتي عرضت لمظاهر التجديد وقلت أنهم وضعوا عنوان للقصيدة عبروا عن ذاتيتهم في قصائدهم عبروا عن قضايا ومشكلات مجتمعهم ودافعوا عن مجتمعهم طيب ما مظاهر التقليد عندهم مظاهر التقليد بتتمثل في عدة نقاط أول نقطة عندنا أنه مجارات فحول الشعراء القدامى يعني الشعراء الكبار القدامى المتنبي البعتوري أبو تمام أبو نواس أبو العتاهية هؤلاء شعراء الكبار القدامى وجدنا أن شعراء هذه المدرسة يعني يجارونهم في قصائدهم ويحاكونهم في الألفاظ والمعاني والأساليب والأقيلة يعني الخيال كل ده كانوا متأثرين جدا فيه بالشعراء القدامى الالتزام بوحدة الوزن والقافية وأنا أشرت إلى ذلك منذ قليل من السمات الأصيلة والأساسية في هذه المدرسة وحدة الوزن والقافية القصيدة بتبدأ بوزن واحد وتنتهي بهذا الوزن وتبدأ بقافية واحدة وتنتهي بهذه القافية وعايزين نخبرنا من هذه النقطة لأن إحنا لم ندس بعد كده المدرسة الرومانتكية وما تفرع عنها من مدارس أو المدرسة الواقعية هنجد أن في بعض النمازج عندهم ما بيلتزموش بوحدة الوزن أو بوحدة القافية مدرسة الإحياء والبعث التزمت بوحدة الوزن ووحدة القافية بعد كده عندي تعدد الأغراض في القصيدة الواحدة يعني إيه تعدد الأغراض في القصيدة الواحدة يعني القصيدة كانت عند أتباع مدرسة الإحياء والبعث ممكن يبقى فيها أكتر من موضوع ممكن الشاعر يتكلم فيها يذهب إلى غرض المتح ويذهب إلى غرض الرثاء وإلى غرض الحكمة والوصف والغزل عدة أغراض وعدة موضوعات ممكن الشاعر يتكلم عنها في هذه القصيدة ولذلك البعض كان يقولي من سمات هذه المدرسة أن البيت وحدة القصيدة البيت وحدة القصيدة ولو عملنا مقارنة بينهم وبين المدارس الحديقي بعد كده الرومانتكية وما بعدها هنجد أن الرومانتكية وما بعدها عندهم حاجة اسمها الوحدة العضوية القصيدة كلها بتتكلم عن موضوع واحد وأفكار واحدة إنما مدرسة الإحياء والبعث القصيدة عندهم من سمات المدرسة أن القصيدة ممكن تتناول أكثر من موضوع أو أكثر من غرض من أغراض الشاعر قيام القصيدة على وحدة البيت ودي أشارنا إليها في بناء القصيدة أن البيت وحدة القصيدة نقطة تانية متابعة القدماء في موضوعاتهم وأشارنا إليها وأنهم يعني اهتموا أو قرأوا وتعمقوا فيما قاله قدماء الشعراء الشعراء القدامة في عصور القوة في الأدب والشعر العربي وتابعوهم في موضوعاتهم آخر حاجة عندي هنا مخاطبة الصاحبين يعني إيه مخاطبة الصاحبين من سمات الشعر العربي القديم إن كان الشعر ده كان منهج شعري كان أو من سمات القصيدة عندهم إنه كان بيتخيل أن معه رفيقين أو أن معه صاحبين يخاطبهما ويتكلم إليهما ظهرت عزيز سمى عند هؤلاء الشعراء في العصر العريس ولذلك بنجد أن أحمد شاوه مثلا في صدر قصيدة من قصائدي يقول اختلاف النهاري والليلي ينسي اذكرها لي الصبا وأيامه انسي اذكرها يعني هنا بيكلم اتنين من أصحابه هذه السمى أو هذه الصفة وجدت عند شعراء مدرسة الإحياء والبعث وهم في ذلك يسيرون على نفس نهج الشعراء القدامى في عصور القوة للشعر العربي يبقى دي أهم سمات مدرسة الإحياء والبعث بعد كده سؤال تاني بيقول للنقاد مآخذ على مدرسة الإحياء والبعث وضح ذلك للنقاد مآخذ على مدرسة الإحياء والبعث وضح ذلك ايه هي المآخذ ده هي قالوا ان الشعر عندهم تقليدي لا روحة له بيقلدوا القدماء ومشيين على نفس نهجهم ده مآخذ من المآخذ اللي المدارس اللي هتيجي بعد كده هيقولوا عليه ويأخذوه على هذه المدرسة القصيدة عندهم مفككة فاقدة للوحدة وقلنا انه لانه هو ده من سمات المدرسة تعدد الأغراض والبيت وحدة القصيدة هذه السمات الشعراء او المدارسة اللي جات بعد كده اقذتها عليهم واعتبرتها عيبا في المدرسة هننتقل بعد كده الى نص اسمه جيش مصر هذا النص للشاعر علي الجارم واحنا ذكرنا اسم الشاعر الكبير علي الجارم من ضمن الشعراء الذين تتلمزوا او الذين ساروا على نهج محمود سامي البارون وهذا النص ممثل لهذه المدرسة انوان النص جايش في مصر اول حاجة عندي في التمهيد لهذا النص التعريف بالشاعر علي الجارم شاعر مصري ولد في مدينة رشيد عام 1881 وتوفي عام 1949 تقلق عدد كبير من الوظائف التربوية والتعليمية وعين بمنصب كبير مفتش اللغة العربية ثم عين لوكيلا لكلية دار العلوم كما اختير عضوا في مجمع اللغة العربية شارك في كثير من المؤتمرات العلمية والثقافية حياته كانت حافلة ومملوئة بخدمة الشعر واللغة العربية حننتقل بعد كده الى الجو العام للنص كما اشرنا في الحلقة الاسرائيلية وانا بحب دايما احيل اليها ان من الاهداف العامة للمنهج في هذا العام هو غرس قيم الولاء والانتماء لهذا الوطن العزيز العظيم الذي نعيش فيه مصر ومعبرا عن هذه القيمة العظيمة كان هذا النص وعنوانه جيش مصر النص هو عبارة عن تجربة شعورية صادقة يعبر فيها الشاعر عن حبه وتقديره واعتزازه بجيش مصر العظيم ذلك الجيش الذي دافع عن الحق منذ القدم وما زال يدافع ويحقق الانتصارات المجيدة التي أزهلت العالم فهم خيروا أجناد الأرض هننتقل لأول مجموعة أبيات عندي الشاعر بيقول فيها وهنا عايز ألف تنظر حضرتك لنقطة مهمة جدا عند وجود مجموعة من الأبيات أو عند وجود قطعة نثرية تسأل فيها ينبغي عليك أنك تقرأها مرة ومرة أكتر من مرة وأنك تفهم معناها فهما جيدا فهم المعنى فهما جيدا يعينك على إجابة الأسئلة بمنتهى السهولة واليوسر يعني مش أنا أجيب لك سؤال أو ييجي الممتحن جيب لك سؤال في الأبيات أو في مقطوعة نثرية مثل نص اقترام المرأة أو نص مصر الولاء والانتماء لك يا مصر الولاء والانتماء وأكتب لك السطرين أو الثلاثة في النص عشان أسأل تروح أنت متخط هذين السطرين أو هذه الأبيات وتذهب إلى الأسئلة مباشرة وتبدأ في الإجابة دون قراءتك للأبيات الموجودة أمامك ودون قراءتك للقطع النثرية الموجودة أمامك لن تستطيع أن تجيب على السؤال نصيحة مهمة جدا لأبناء وبنات الطالبات اقرأوا الأبيات قراءة جيدة واعية ثم ابدأوا في الإجابة الأبيات بتقول إيه يا جيش مصر ولا آلوك تهنئة حققت ظن الليالي والمنافين وصلت آقر عليانا بأولها فما أواخرنا إلا أوالينا تسير من ظفر حلو إلى ظفر مبارك الفتح والرايات ميمونة يا جيش مصر ولا آلوك تهنئة حققت ظن الليالي والمنافين وصلت آقر عليانا بأولها فما أواخرنا إلا أوالينا تسير من ظفر حلو إلى ظفر مبارك الفتح والرايات ميمونة بعد ما أرينا الأبيات اللي موجودة أمامنا بنبدأ في بيان بعض معاني المفردات ومعاني المفردات مفتاح مهم أو اللغويات معاني المفردات أو اللغويات مفتاح مهم جدا من المفاتيح التي تستخدم من أجل فهم النص ولذلك معرفة معاني المفردات معرفة جيدة مهم جدا لفهم النص والمهم جدا للإجابة على الأسئلة التي تكون علي فمن اللغويات عندنا كلمة آلوك هو قال يا جيش مصر ولا آلوك تهنئة كلمة آلوك يعني لا أداخر جهدا في رسالة تهنئة لك على انتصاراتك العظيمة كلمة المنى معناها الأماني والمفرد المنية بضم الميم المنية أو الأمنية كلمة الظفر يعني الفوز بالشيء وميمون يعني مبارك والجمع ميامين مسومة يعني معروفة أو مشهورة لو جينا نشرح الأبيات اللي قدامنا اشرح الأبيات السابقة احنا اتفقنا وأبتدأ لي يا جيش مصر ولا آلوك تهنئة يعني أرسلوا إليك رسالة تهنئة يبقى الشاعر هنا يرسل رسالة تهنئة إلى جيش مصر العظيم بيقول فيها ايه بيقول له يا جيشنا العظيم يا جيش مصر العظيم لقد حققت كل ما هو مطلوب منك بانتصاراتك العظيمة هذه الانتصارات ذكرتنا بانتصارات الأولين وأنت تسير من انتصار مبارك إلى انتصار مبارك آخر وهذه الملائكة تقاتل معك يبقى رسالة بتحمل التهنئة إلى جيش مصر العظيم ويذكر فيها أن هذا الجيش العظيم حقق أمنيات شعبه ودافع عن بلده وحفظ أرضه وحقق الانتصارات العظيمة قديما وحديثا وهذا الجيش محفوظ بعناية الله سبحانه وتعالى وأن الملائكة تسير معه من انتصار إلى انتصار يبقى ده الجزء الأول من الرسالة التي وجهها الشاعر الكبير علي الجارم إلى جيش مصر العظيم نشوف بعض مواطن الجمال في هذا النص بيقول يا جيش مصر ده اسلوب إنشائي نوعه نداء والغرض منه طبعا التعظيم بينادي على جيش مصر يبقى اسلوب إنشائي لأنه نداء نوع من أنواع الاسلوب الإنشائي والغرض منه التعظيم لهذا الجيش العظيم حققت ظن الليالي استعارة مكنية شبه الليالي بإنسان يتحقق ظنه وسر جمالها التشخيص استعارة مكنية من ضمن الصور الجمالية التي تظهر كثيرا عندنا في مظاهر الجمال ولذلك إشارة سريعة عليها هي عبارة عن إيه؟ عبارة عن أن أنا بجيب صورة جمالية بحذف فيها المشبه به بيبقى المشبه موجود ولكن المشبه به محزوف ونأتي بصورة أو بصفة من صفات المشبه به المحزوف عشان أقدر أفهمه وأعرف يعني عندما أقول البحر يضحك بقول شبه البحر بأنه إنسان طيب البحر هنا المشبه والمشبه به الإنسان طيب المشبه به اللي هو الإنسان غير مذكور في العبارة اللي أنا قلتها أنا قلت البحر يضحك طيب منين أنت جبت كلمة إنسان؟ أقول جبت كلمة إنسان من تعبير يضحك لأن الضحك صفة من أو صفة ملازمة من صفات الإنسان يبقى الاستعارة المكنية بجيب المشبه بحذف المشبه به وبتجد صفة من صفات المحزوف بتشير إليه وبقدر من خلالها أعرفه هنا لما قلت حققت ظن الليالي أنا قلت شبه الليالي بإنسان يتحقق ظنه وسر الجمال هنا التشخيص لو شبهت بإنسان أقول التشخيص لو شبهت بغير الإنسان هتقول الايه سر الجمال التكسيم زي ما نشوف بعد كده في بعض النمازج أول وآخر بينهما طباق يبرز المعنى ويوضحه بين الكلمتين وصلت آخر عليانا بأولها برضو هنا استعارة مكنية شبه جيش مصر بحبل قوي يصل بين الأول والآخر حبل قوي بيوصل بين الأول والآخر وسر جمالها التكسيم والتوضيع وهنا أنا ممكن أعمل مقارنة بين وصلت آخر عليانا بأولها وبين حققت ظن الليالي في سر الجمال أنا في حققت ظن الليالي قلت سر الجمال التشخيص وهنا في هذا المثال وصلت آخر عليانا بأولها بقول سر الجمال التكسيم ايه الفرق؟ في الأولانية أنا شبهت بإنسان وإذا شبهت بإنسان أو شبهت بشخص بقول سر الجمال التشخيص وإذا شبهت بشيء مادي بعد كده أو شيء معنوي بقول سر الجمال التكسين فما أواخرنا إلا أوالينا ده أسلوب قصر أدوات القصر هنا إيه النفي والاستثناء النفي اللي هي ما والاستثناء اللي هو بإلا أسلوب القصر هنا بيفيد دايما أسلوب القصر بيفيد التوكيد والحصر والأدوات بتاعته النفي اللي هو ما والاستثناء اللي هو إيه إلا فما أواخرنا إلا أوالينا أسلوب قصر يفيد التوكيد والحصر أداته النفي والاستثناء تسير من ظفر حلو إلى ظفر استعارة مكنية شبه الشاعر النصر بمكان بيصار فيه أو بنمشي فيه تسير من ظفر أو بيبدأ مسير منه حلو إلى ظفر سر الجمال هنا طبعا قلنا التكسيم لأن احنا اتفقنا إذا شبهنا بشيء مادي أو بشيء معنوي بنقول سر الجمال التكسيم ظفر حلو استعارة مكنية شبه الانتصار لأن كلمة ظفر زي ما اتفقنا قلنا معناها الفوز أو النصر فهو شبه الفوز أو شبه الانتصار هنا بطعام حلو المذاق طعام حلو المذاق وسر الجمال التكسيم ننتقل بعد كده إلى أبيات أخرى في هذا النص يقول فيها الشاعر فيك الملائك أجناد مسومة أعلامها تتهادى حول جبرين وفيك من مهجات النيل ناشئة فيها مطامحنا فيها أمانينا يمشون للموت في شوق وفي جزل لأنهم في ظلال الله يمشون لا يستطيع خيال وصف جرأتهم ويعجز الشعر تصويرا وتلوينا يعني يستمر الشاعر في هذه الرسالة الجميلة الموجهة إلى جيش مصر التي يذكر فيها مآثر وفضائل هذا الجيش العظيم بيقول فيك الملائك أجناد مسومة أعلامها تتهادى حول جبرين وفيك من مهجات النيل ناشئة فيها مطامحنا فيها أمانينا يمشون للموت في شوق وفي جزل لأنهم في ظلال الله يمشون لا يستطيع خيال وصف جرأتهم ويعجز الشعر تصويرا وتلوينا نشوف بعض اللغويات هنا كلمة جبرينة يعني يقصد بها جبريل عليه السلام مهجات المهجة هي الدم القلب أو الروح وهي من كل شيء خلاصته مطامحنا يعني تطلعاتنا والمفرد مطمح تتهادى تتمايل وجذل معناها فرحة وبهجة الأبيات اللي موجودة قدامنا هنتكلم عن شرحها وهنقول أو زي ما أشرنا منذ قليل إن الشاعر يواصل رسالته وخطابه المملوء بالفخر والاعتزاز بهذا الجيش العظيم حيث يقول مخاطبا جيش مصر أنت تسير من انتصار إلى انتصار مبارك وتقاتل معك الملائكة معروفة ومعلمة يتقدمها جبريل عليه السلام وجنودك من أبناء النيل يحققون ما نريد من انتصارات فهم يسيرون إلى الموت يدافعون عن وطنهم لأنهم يمشون في ظل الله ورعايته ومهما كتب الشعراء والأدباء عن شجاعتهم فلن يستطيعوا تصوير هذه الشجاع رسالة عظيمة من شاعر عظيم إلى جيش عظيم يعبر فيها عن اعتزازه بهذا الجيش العظيم يذكر فيها انتصاراته الموصولة قديما وحديثا يذكر فيها أن جنوده الأبطال يحققون كل ما نريده منهم ويحققون الانتصارات تلوى الانتصارات وأنهم يدافعون عن وطنهم الغالي العظيم بكل ما يملكون يضحون بأنفسهم في سبيل ذلك وأن عين الله ترعاهم وأنهم يسيرون في ظل رعاية الله وفي ظل حفظ الله سبحانه وتعالى لهم وأن الشعراء والأدباء مهما حاولوا أن يعبروا عن شجاعة جنود هذا الجيش العظيم فإنهم لن يستطيعوا تصوير هذه الشجاعة العظيمة الكبيرة بعد ما انتهينا من شرح هذه الأبيات بنلقى دايما زي ما بنعمل بنفس الترديم بتاعنا هنتكلم عن بعض مظاهر الجمال بيقول هنا فيك الملائكون تقديم وتأخير المجموعة الأبيات ده هي هتلاحظوا أنها فيها تقديم وتأخير كتير والتقديم وتأخير دايما بيدل على الاهتمام بالمقدم وبيبقى لها الغرض منه جذب الانتباه يعني ايه التقديم والتأخير هنا هو الترتيب الطبيعي للجملة أقول الملائكو فيك الملائكو فيك أبتدي بالملائك تبقى هي المبتدأ والخبر اللي هو فيه يجي بعدها لكن أنا عملت ايه هنا أو الشاعر عمل ايه هنا قدم الجار والمجرور وأخر المبتدأ لجذب الانتباه دايما بنقدم ما يعني نريده أن نجذب الانتباه إليه وهتظهر عندنا فيه أكتر من جزئية بيقول بعد كده في جزئية تانية وفيك من مهجات النيل ناشئة برضو فيه تقديم وتأخير حيث قدم برضو الجار والمجرور والقصد منه جذب الانتباه والتعظيم بيقول فيها مطامحنا فيها أمانينا تقديم وتأخير الجار والمجرور فيها تقدم مرتين يعوى المرترتيب للجملة قول مطامحنا فيها أمانينا فيها ولكن هو لما أدم الجار والمجرور زي ما اتفقنا في هذا المثال وفي المثالين السابقين أن الغرض منه جذب الانتباه يمشون للموت كناية عن الشجاعة والإقدام الكناية دايما سر جمالها بابعارف كده أول ما بذكر الكناية بقول وسيله جمالها الإتيام بالمعنى مصحوبا بالدليل لأنهم في ظلال الله يمشون طبعا دي علاقة بما قبلها تعليل بيعلل لهذه الصفات التي ذكرها بأنهم يمشون في عناية الله ومشمولون برعاية الله سبحانه وتعالى لا يستطيع خيال وصف جرأتهم هنا استعارة مكنية الشاعر هنا شبه الخيال بإنسان لا يستطيع خيال شبه الخيال بإيه بإنسان يعجز عن وصف أو ممكن نقول شبهه بشاعر مثلا يعني أنت لو قلت شبه الخيال بإنسان يعجز عن وصف بطولاته شبه الخيال بشاعر يعجز عن وصف بطولاته سيان يعجز عن وصف بطولات هذا الجيش العظيم سر الجمال التشخيص لان كما اؤكد مرة اخرى لما بتصف او بتشبه بانسان بتقول التشخيص بتصف بشيء مادي او شيء معناوي بتقول سر الجمال التكسيم ويعجز الشعر تصويرا وتلوينه استعارة مكنية حيث شبه الشعر في انسان يصور ويلون استعارة مكنية الشعر هنا هو شبه الشعر كأنه انسان كان يقول الشعر انسان وحزفت الانسان اللي هو المشبه به وجبت صفة من صفاته انه بيرسم ويلون ويصور وكده فبقول استعارة مكنية حيث تسبه الشعر بانسان يصور ويلون وسر جمالها التشخيص والبيت كله على بعضه كناية عن اعجاز ما قام به هؤلاء الجنود وما قدموه من شجعة اخر بيتين عندي في هذا النص بيقول هم رياحين مصر نظرة وشذا لا اذبل الله هاتيك الرياحين صان الاله لجيش الحق عزته وصان ابطاله الغر الميامين هم رياحين مصر نظرة وشذا لا اذبل الله هاتيك الرياحين صان الاله لجيش الحق عزته وصان ابطاله الغر الميامين بيختم طبعا الابيات بالدعاء بالحفظ لهذا الجيش العظيم ولجنوده الميامين بعض معاني المفردات او اللغويات كلمة رياحين الريحان نبات طيب الرائحة وكلمة نظرة معناها رونق وحسن وبهجة شذا رائحة طيبة قوية الغر مفردها اغر والاغر هو الانسان كريم الافعال وجميلها لو سألنا السؤال ان اشرح البيتين السابقين باسلوبك نقول كما قلنا في الابيات السابقة ان الشاعر يواصل قطابه ورسالته المملوءة بالفخر والاعتزاز بجيش مصر العظيم وبجنوده الميامين الشجعان حيث يقول مخاطبا جيش مصر بيقول فهم لمصر كالعطر الذي ينتشر على ارضها ونسأل الله ان لا تذبل او تذهب هذه الرياحين الطيبة حفظ الله جيش مصر العظيمة قويا عزيزا وحفظ ابناءه المميزين المشهورين بين جنود العالم يبقى الشاعر بيختم هذه الرسالة المملوءة بالفخر والمملوءة بالاعتزاز بجنود مصر وبجيش مصر العظيم يختمها بدعوة الى الله سبحانه وتعالى ان يحفظ هذا الجيش وان يحفظ جنوده الشجعان بعض الجمال الموجود في التعبيرات او في الابيات اللي كانت قدامنا هم رياحين مصر تشبيه بليغ شبه الجنود اللي هم جنود مصر بالرياحين لا اذبل الله هاتيك الرياحين ده اسلوب خبري لفظا انشائي معنى لان معناه الدعاء والغرض منه الدعاء صانى ابطاله الغرى الميامينة برضو اسلوب خبري لان فيه فرق بين الاسلوب الخبري والاسلوب الانشائي الاسلوب الانشائي بيبقى فيه امر او نهي او استفهام او نداء الى غير ذلك والخبري دايما بيبدأ بجملة اسمية او بجملة فعلية فالجملة هنا جملة فعلية صانى ابطاله فالاسلوب في لفظه خبري ولكن فيه معناه انشائي والغرض ننو الدعاء لجيش مصر بالرعاية والعبض ما الغرض الشعري الذي تناولته هذه القصيدة احنا اتفعنا ان هذه القصيدة هي نموذج وممثل لمدرسة الاحياء والبعث هتلاحظوا ان سمات المدرسة واضحة فيها واضحة في الالفاظ الجزلة القوية التي استقدمها الشاعر واضحة في وحدة الوزن ووحدة القافية يعني فلما نجي نتكلم عن الغرض الغرض هنا واضح تماما الغرض هو الفخر والوصفة الفخر هو استخدم غرضين الفخر بجيش مصر العظيم وبابطاله جنوده الشجعان وفي نفس الوقت الوصف لبطولات هذا الجيش العظيم والانتصاراته الوصف والفخر حيث وصف شجاعة جيش مصر الذي خاض الحروب على مر الزمن وحقق الانتصارات وأثبت بسالة أذهلة العالم ويفتخر بهذا الجيش العظيم ويرسل له رسالة تهنئة تعظيما وتكريما لبطولاته العظيمة التي حققها على مر الزمن ما سمات أسلوب الشاعر كما فهمت من النص حنقول السهولة النص سهل أنت لو تقرأه بتفهمه بمنتهى السهولة الأفكار وضحة والألفاظ وضعة البعد عن الألفاظ الغريبة والاستعانة بألفاظ جزلة وقوية سؤال الموسيقى ده من ضمن الأسهلة اللي ممكن تظهر عندي دايما تقريبا في كل أنواع النص ممكن يقول لي ما الموسيقى أو كيف تحققت الموسيقى أو ما دور الموسيقى الموسيقى دايما في أي نص بتبقى عندي موسيقى خارجية وموسيقى داخلية الموسيقى الخارجية بتتمثل دايما في الوزن والقافية والصول الجزئية الاستعارات والكنيات وغير إلى غير ذلك الوزن والقافية والصور الجزئية الموسيقى الداخلية بتتمثل في حسن اختيار العبارات الموحية المعبرة عن المعنى الذي يريده الشاعر وحسن وضعها في أماكنها المناسبة تماما يبقى لم يجلس أن يقول لي ما مظاهر الموسيقى في النص هقول له تعتمد الموسيقى في النص على وحدة الوزن والقافية وعلى حسن انتقاء العبارات وجودة الصياغة وترابط الأفكار وتسلسلة كل دا بيعطي نوع من أنواع الموسيقى وزا ما قلت لحضركم هو سؤال يتكرر كثيرا بعد كده هنتقل إلى المدرسة الرومانتيكية أو ممكن بنسميها المدرسة الرومانسية وهي المدرسة اللاحقة على مدرسة الإحياء والبعث وهي نتاج لهذه النهضة التي حدثت للشعر العربي في العصر الحديث وهي أيضا نتاج للاتصال أو أن الشعراء العرب في العصر الحديث وشعراء المصريين اطلعوا على الأدب الأوروبي وزي ما قلنا مع اتصال عميق بالتراث العربي القديم المدرسة الرومانتيكية أول سؤال عندي هقول متى ظهرت المدرسة الرومانتيكية وأين ظهرت المدرسة الرومانتيكية ظهرت في آخر قرن الثامن عشر ظهرت في آخر القرن الثامن عشر طب ظهرت في الوطن العربي ولا ظهرت في أوروبا لا ظهرت في أوروبا أين ظهرت في أوروبا ظهرت في ألمانيا أول مظهر أول ظهور للمدرسة الرومانتيكية في العصر الحديث كان في ألمانيا انتقلت من ألمانيا إلى فرنسا وانجلترا إلى فرنسا وانجلترا ثم انتقلت بعد ذلك منها إلى الوطن العربي أو إلى العالم العربي زي ما قلت حضراتكم نتيجة للاتصال الثقافي اللي حصل بين أدباءنا وشعراءنا في العصر الحديث واطلعهم على الأداب الأوروبية ومعرفاتهم للغات الأوروبية يبقى ظهرت في فرنسا في ألمانيا انتقلت إلى فرنسا وانجلترا ثم انتقلت بعد ذلك إلى العالم العربي بعد كده بقول من رائد المدرسة الرومانتيكية في العالم العربي رائد المدرسة الرومانتيكية في العالم العربي خليل مطران يعد خليل مطران رائد للشعر الوجداني أو الاتجاه الوجداني في العالم العربي وكان بيدعو دايما إلى التعبير عن الزات والعاطفة وصدق التجربة الشعرية والوحدة العضوية احنا أشرنا إليها منذ قليل وقلنا انهما هيتميزوا أو هيقتلفوا قليلا عن مدرسة الإحياء والبعث بفكرة الوحدة العضوية وان القصيدة عندهم بتتناول موضوع واحد من بداية القصيدة إلى نهاية القصيدة والقصيدة عندهم بتتميز بالذاتية تعبير عن ذاتية الشعر وبتتميز بأنها بتبقى نتاج تجربة خضها الشعر أو مر بها يبقى صدق التجربة الشعرية الوحدة العضوية الجنوح إلى الخيال والتعمق في أسرار الطبيعة مؤكدا على أهمية النظرة للقصيدة في جملتها لا في أبيات منفردة قصيدة كتلة واحدة جملة واحدة وحدة واحدة ينظر إليها في هذا الإطار ولا ينظر إليها كأبيات منفردة ودي السمات مجموعة السمات اللي احنا قلناها عند مطران هنجدها ظاهرة وبقوة وبعمق وبوضوع عند المدارس الأدبية اللي هتتفرع عن المدارسة الرومانتيكية بعد كده السؤال مما ظاهر تطور القصيدة على يد خليل مطران عدة نقاط أول حاجة التعبير عن الذات ولذلك هنأخذ نص اسمه نص نص المساء وحيكون تعبير عن تجربة ذاتية خاضها خليل مطران يبقى ما مظهر تطور القصيدة عند خليل مطران هو التعبير عن الذات والعاطفة والتجارب الشعورية الصادقة اثنين أصبحت القصيدة تجربة شعورية تجمع بين مشاعر قائلها اللي هو الشاعر اللي قال للقصيدة وبين المستمعين إليها أو قارئها القصيدة كل متماسك ترتبط أجزاؤها ارتباطا قوية يتمثل في وحدة عضوية فنية يعني نقف عند هذا الحد ونجعله كبداية إن شاء الله للحلقة القادمة اللي حنتناول فيها نص المساء وهذا النص لخليل مطران خليل مطران اللي هو رائد هذه المدرسة ويكون نص معبر ونموذج عن أهم سمات وخصائص هذه المدرسة وإلى حلقة قادمة إن شاء الله شكرا لحضراتكم